أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري على عمق العلاقات التاريخية المميزة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تلقاه من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة وأخوه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهم الله منوها سموه بأهمية مواصلة تطوير علاقات التعاون الثنائي المشترك على كافة الأصعدة من خلال تعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة بما يحقق مزيدا من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اليوم على هامش عمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يشارك سموه فيه مترئسا وفدى مملكة البحرين نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعى مع معالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور معالي الدكتور ثاني أزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة وفدي دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وأكد سموه على ما توليه المملكة من اهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وفتح مزيد من أفاق التعاون في مسار علاقات التعاون في هذا المجال مشيرا سموه لما توليه المملكة من سعي متواصل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن وكان لوفد مملكة البحرين برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة مشاركة فاعلة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أقيم في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقد حضر سمو الشيخ عيسى بن سلمان اليوم الجلسات التي قيمت في اليوم الثاني من أعمال المنتدى وشارك سموه وأعضاء وفد المملكة في المواضيع المطروحة في هذه الجلسات بما يعكس تجربة البحرين وخبراتها وطرح تطلعاتها المستقبلية